خلينا نشوف الطاقة العاملة إليك كيف حتكون هذا الشهر انتصار من بعد هزيمة أو هزيمة كانت في الماضي رح تتحول لانتصار لأنه الكرت مش هيك إذا هيك فهو هزيمة ولكن هيك انتصار طاقة حلوة برج الجدي كمان ما ننسى انه كان تعبان يعني مش عارفة كتير الناس عم بتكون تعبانة هاي الفترة من كل الأبراج فبدنا نصبر خلينا نشوف بشكل عام بعدين بنشوف شوية عن العاطفة رح تروح يمكن انت والحبيب على حفلة معينة أو يمكن تلتأ وشغلوا موسيقى مش عارفة وطرقصوا عليها زي ما هو بالصورة على فكرة في هون مكان لمفتاح ومكان لمفتاح كل واحد ورا مفتاح فمبين انه كل واحد عارف مفتاح التاني وكأنكم لكم فترة طويلة عم بتكون مع انه هاي الفترة مش عاطفية بس بيانت فيها العاطفة فبشوف هون تنين عم بيعشقوا بعض عم بيحبوا بعض لطريقة للجنون عم بشوف مشاعر كتير داخل الصورة يعني مش بس صورة طيب يا العلاقة سلسية بهرب منها انا بهرب منها هي والطاقات السلبية بس ورانا ورانا حبايبي الطاقات عم بتكون قبل ما انسى يعني الطاقات عم بتكون مائية ترابية نارية اكتريتها طبعا انا بحكيه اه بيان عنا بالجهتين مع انه هاي مش قراءة عاطفية ولكن بيان عنا انه فيه بالماضي خلينا نقول او ببداية الفترة هاي رح تستمر شوي العلاقة الثالثة او الطرف الثالث اه بعديها رح يكون اللي هو انت اه معاك مفتاح معين بجنب عفوا بجنب العلاقة الثالثية طلع كمان عنا اللي هو شبه انتصار او قربت كتير من الانتصار زي ما قلنا العلاقة الثالثة ما انتهت تماما رح تنتهي كمان شوي يعني كمان فترة صغيرة ولكن الاتصار للك بجنبهم يعني ملاصق بعضكم عم بيغير عم بيغير مسكن او عم بيغير بلد كان يحلم في هذا الاشي من زمان وهلأ عم بيتحقق او انه منزل جديد اساسا يعني مش انه ما كان عندك يعني مسكن وصار فيه عندك او كنت مستأجر قصدي وما كان وهلأ صار فيه عندك بيت او عم تنوي على هذا الاشي عم تشتغل عليه فعم بشوفه بيدك المفتاح هذا او ممكن يكون مفتاح سيارة او مفتاح قلب الحبيب ممكن يكون فشي حلو كتير بشوف هون فيه جنون بالحب فيه تنين عم بيلتقوا بعد فترة طويلة يمكن يصير فيه عناق يمكن ما بعرف يمكن تعبروا المهم بالتعبروا بالطريقة اللي بتناسب يعني كل شخص وثقافته بس انه رح يصير فيه تعبير كتير بالحب رح تكون المشاعر متبادلة وهي اساسا متبادلة رح تحاولوا انه تبعدوا تبعدوا بشكل عام عن الطاقات اللي حواليكم عم بشوف هون نجاح في العمل نجاح في العاطفة لبرج الجدي الناس اللي سافرت اساسا قردي من برج الجدي ما توفقت اذا كانوا سافروا باول السنة فهم يمكن يكونوا حسوا حالهم ما توفقوا انا بقولهم اصبروا شوي الخير جاي لقدام بهذا البلد الجديد فما تخافوا او كزا لا شايفيتك معلق موضوع يمكن انك الرجوع للشغل معين انت تركته لبلد معين فيه ببالك شي كبير مصيري او الرجوع للحبيب ولكن معلقه يعني تاركه على ربنا وكأنك انت يعني حاط زي ما بقوله حاط اجر ورا واجر قدام عم بتحاول انك هذا الموضوع مش بس عاطفي حبايبي يعني ممكن يكون بشكل عام ما عم تقدر تسحرك هاي الفترة في امور رابطيتك ولكن انت جاهز جاهز للتغيير فيه تغيير في حياتك رح يصير حكينا عن الطاقات هذا بشكل عام الصحة طلعت عندنا حلو كتير طيب نفتح اللي هو باي ورق نفتح بهذا نشوف العاطفة كيف شكلها هاي الفترة ليش يجدي حابت تعود لحالك ما بدك حدا ما بدك علاقات عاطفية ما بدك شي بس بدك تعود لحالك في البط بس بده يرتاح يرتاح من كل الضغط طبعي الحياة ويبعد يعود لحاله ينعزال بالموضوع حابين تنعزلوا البعض منكم حابب انه يبعد بيغض النظر عن الناس اللي منيح واللي مش منيح عم بيكون ما عندك صبر هاي الفترة على الناس يعني دغري بتعصب على العالم دغري لا انا بقولك امسك اعصابك هاي الفترة عم بتقوم صعبة على كتير من الناس فامسك اعصابك عبين ما يصير فيه ومبين انه فيه تغيرات حلوة لقدام شوف هاي ما احلاها طلعت مقلوبة كمان يعني انه طلعت كتير حلو لو هي مش مقلوبة كيف قديش صعبة الورقة كلها صعوبات كلها اوهام كلها تحديات كلها شغلات يعني تقريبا مستحيلة وكأنه بيقولك الورق انه الشغلات اللي كانت مستحيلة بالنسبة اليك او كنت يعني حاسها انها بعيدة طبعا ان بحكي على العاطفة اه فهي لا ممكن تكون اه بين ايديك هون بشوف الطرف التاني حاسس انه كتير تعبان كتير حاسس حالو ضايع طول الوقت عم بيفكر فيك خاصة بفترة الليل يعني يمكن فترة الصبح او النهار بيكون عم يشتغل بالليل عم بيفكر فيك كتير عم يتمنى انه يعرف اخبار كذا كمان في مراقبة من الطرف التاني يعني برج الجدي كمان عندك نوع من الادمان عم يزعج الطرف الاخر او انت نفسك يعني عم يزعجك ولكن مش قادر انك تتركه هاي الفترة مناسبة اذا كنت نهوي تترك ادمان على الشي معين انا ما بقول يعني ادمان ادمان يعني ممكن يكون على ايشي مش دايما معناها اللي هو سلبي هون بشوف فيه طرف الثالث ولكن اللي هو بعيد يعني من بعيد عم يأسر عم بيأسر او عم بتفرج او عم بيراقب او عم بيحاول يعمل تغيير في حياتك انت والشريك ولكن لا ما عم بشوف له تأثير او كبير ولكن انت بشكل عام حتى بالعاطفة حتى باي موضوع من مواضيع اي مجال من مجالات الحياة حابب تبعد حابب انه خلص يعني تضلك انت والطبيعة ما حدا حواليك او يمكن تعمل ميديتيشن يمكن تحاول انك تروح على يعني ما بعرف تعمل سياحة تحاول تاخد اجازة من الشغل هاي الفترة والله يريت يعني لانه شايفي فيه سترس كتير انت يعني كان موجود عندك على صعيد العلاقة في كتير ناس الحبيب راح يعني الحبيب رايح لهم ولكن يعني زي اللي خايف زي اللي متأكد انه انت راح تصده زي اللي عمل اشي كتير كبير ما راح تغفر له هو هيك حاسس هو هيك حاسس في عقله الباطن او في يعني جواته هيك حاسس انه انت ما راح تتقبل الموضوع هو يمكن عمل شغلة كتير كبيرة وجرح في الكلام ممكن القراءة تكون عكسية هون شايف فيه تغييرات كبيرة راح تصير في فتحة في طاقة في حياتك راح تنفتح اه بشوف به شخص اه ممكن يكون من برج يعني هذا ما دخلوا في الموضوع ولكن اه اشخاص ممكن تكون ببراج هوائية او نارية او ترابية اكتر شي هوائية ونارية ممكن تكون واقفة في طريق هاي العلاقة لكن بشوف بالنهاية يعني بشوفك كتير مبسوط اه على فكرة انت شخص يعني مخفي جواتك او يعني اه عم تخفي جواتك كتير مشاعر حلوة وكتير روانسية ما بعرف ليش ما عم بتعبر عنها عم بتعبر بالعكس عن النقيد فانا شايفيتك بتحب الشخص الاخر اه بتموت فيه ولكن عندك كنترول كبير على المشاعر مش عارف ليش يعني اه الطرف الثاني بتهيألي طرف يعني يستحق فليش انت عم بت يعني بتعامل معه بهاي الطريقة ولكن فيه صلح وفيه اللي هو تضبيط للامور فيه تصحيح للامور طيب ناخد اه نصيحة لبرج الجديد نفس اللي طلعت قبل شوين مش عارفة لأي بورج اه اللي هو استعين بالاخرين استعين حتى انت عم بتحاول انك تعمل كل شي بإيدك اه حتى المشاكل النفسية مش المشاكل النفسية حتى المشاعر اللي جواتك قد ما تكون تعبان عم بتحاول تظهر انك انت لأ انه انت قدته وانه انت ما عندك شيء اه بس لا بقولك استعين خاصة في الشريك يعني ما في مشكلة احكي يعني وين الخوف ليش بتخاف تحكي او ليش بتعبر عن عن النقيض يعني عن نقيض مشاعرك اه عبر عن نفسك زي ما هي ما في داعي للانك تخاف او مهما كانت عندك تجارب شوي سلبية في حياتك هذه نفس الشي بيقولك بيقولك مش عيب انك اه تبكي البكاء بيحكي لك علاج للروح فابكي مو ضروري قدام حدا يزبك لحالك بس طلع مشاعرك ما تضلك يعني مضوط في الموضوع اي موضوع كان شوف بيقولك اهتم في حالك اكثر اكتر ما تهتم بالاطراف التاني خلص بكفي انه عطاء 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 يعني حاولت تعمل اكتر اتوفر سبل راحة لحالك كأنه بخلعن شوي على حالك يا برج الجدي ما بعرف بنطلع لك هذا الكرت اه هون بيقولك انه انت راح تكون في يوم من الايام اه شخص صاحب سلطة هذا لا يعني بس انه في العمل ممكن يكون على على العاطف يعني انك انت تكون معاك في السلطة انت اللي تكون قوي انت الكزا فبشوف عندك قوة معينة بالمستقبل انت اللي راح تستعملها للبعض في شهرة بالمستقبل راح يكون مشهور بالمستقبل ما بعرف على السوشيل ميديا او بالحقيقة بس انه راح يكون هاد طلع مقلوب اه ها قلت طلع مقلوب انت بتفكر طول الوقت بتأنيب الضمير بانه انت خلينا نقول مذنب بس طلع الكرت مقلوب انت مش مذنب لا انت بالعكس يعني بس كالعادة في علاقة ثلاثين بيني في الكرت حتى هون بيّنت مش عارف كيف بتنط الطرف الثالث هذا مش عارف كيف بنط على القراءات يعني حتى بالنصائح بيّن عنه فانا مش عارفة شكلي راح اجمع الكروت اللي فيها طرف ثالث واحرقها يعني اطلعها من الورق المهم بيقولك انه انت شاعر كتير بانك صح انه بداخلك هادا الاشي ما بتطلعه كالعادة ما بتطلع لجواتك بس انت حاسس بتأنيب الضمير ناحية شي معين فبقولك لا ما يعني ما تحس بتأنيب الضمير ما بعرف شو الموضوع بس هي هيك كانت النصيحة حبايبي بورج الجديد بشوفكم بالقراءة الجاي بالفيديو الجاي انشاء الله يكون شهر خير عالكل